اهلا وسهلا بكم على قناة اكسب اونلاين في الحلقة السريعة دي هعرفك ازاي تجيب اي صورة وتخليها صورة متحركة وده يعتبر مصدر دخل باكتر من طريقة ربحية بس انت راجع الفيديوهات او الحلقات اللي فاتت وهتعرف ازاي تقدر تستغل اداية زي animated drawing علشان تقدر تقدم خدمة بسيطة زي دي وتكون مصدر دخل المئات الدولارات من خطوات بسيطة زي ما هتشوف في الحلقة هتقدر تخلي الشخصية بتاعتك تتحرك وترقص وتنط او تمشي كمان ببساطة هتفتح المتصفح بتاعك وفي العنوان اكتب sketch.metademolab.com وهتلاقي اسم الموقع موجود قدامك تقدر توقف الفيديو وتنقله هتروح على الصفحة الرئيسية للموقع بالشكل ده اضغط هنا على المربع الازرق ده get started هيوديك على الصفحة دي علشان تقدر ترفع الصور من على جهازك وكده انت خلاص رفعت الصورة على الموقع وطبعا انت تقدر ترفع اي صورة انت عايزها سواء بقى الصورة ليك او اي شخص من العيلة او حد من صحابك او اي صورة تاني بعد كده اضغط على next والمفروض دلوقتي توافق على الشروط اضغط على agree علشان توافق على الشروط دي دلوقتي هتحدد المربع يكون على الشخصية بتاعتك وبس وطبعا دي استخدامها الاكتر لو الصورة اللي انت رفعتها فيها اكتر من عنصر مهم انك تعمل ده بشكل مصبوط وبعد ما تخلص تحديد المربع اضغط على next الخطوة دي الزكاة الاستنائية هيعمل mask للصورة بتاعتك وطبعا لو فيه اي خطأ تقدر من الادوات دي تشيل اي حاجة زيادة في الصورة وضغط على next دي بقى الخطوة الخامسة وهي دي بالتحديد اللي فيها الشخصية هتبدأ تتحرك وتتحكم في الحركة دي علشان تحدد النقط المفصلية للصورة او الشخصية بتاعتك علشان الحركة تبقى سليمة يعني ببساطة حضرتك بتخلي النقط دي مصبوطة مع المفاصل زي الانسان الطبيعي علشان الموقع يقدر يحرك الشخصية بشكل طبيعي جدا بدون ما تبقى اي حاجة مبالغ فيها او بتتحرك بشكل غلط وبعد ما تخلص اضغط على next الخطوة الستة خلاص كده الشخصية بتتحرك تقدر تختار اي حركة من اللي قدامك هنا وبكده الشخصية بقت متحركة فعلا بالبساطة دي طبعا خطوات بسيطة وما فيش اسهل من كده تخيل لو عملت الخطوات دي 100 مرة بس هتقدر تحقق حوالي 1000 دولار بكل سهولة لما تروح على موقع فيفر هتلاقي هنا character animation دي عبارة عن خدمة زي اللي حضرتك تعلمتو دلوقتي بالزبط هي صورة عادية وانت بتخليها تتحرك بتبدأ من 5 دولار و 10 دولار لحد كمان 30 و 40 دولار بنفس الطريقة اللي انت شفتها كده فعلا مفيش ولا حاجة زيادة اظن مفيش اي حد ما يقدرش يعمل الخطوات البسيطة دي ومش محتاجة اي خبرة ولا مهارات اتمنى التوفيق للجميع دمتم بخير واشوفكم الحلقة الجاي